بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد أخواني الكرام نتابع في سلسلتنا حول قضايا فقهية معاصرة اليوم معنا هذه المسألة حكم التعامل المصري في المعاصر بالفوائد يعني حكم الفائدة التي تأخذها البنوك يعني هي مسألة طرقت كثيرا لكن أنا وجدت فيها هذا البحث يعني هو بحث هو حوالي 6 صحائف موجودة على الشاملة تقريبا أو 7 صحائف وأن الآن يعني أنا كبرت الخط صار 16 صحيفة وأنا نسخته من الشاملة وهو موجود في مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أو منظمة التعاون الإسلامي الآن يقال العدد الثاني إذن العنوان إذن حكم التعاون المصري في حكم التعامل عفوا المصري في المعاصر بالفوائد ليه الدكتور الصديق محمد الأمين الضريع طيب يبدأ هنا بالكلام عن الفائدة التي تتعامل بالقول بأن الفائدة التي تتعامل بها البنوك من ربا القرض الثابت الثابت تحريمه بالكتاب والسنة والإجمع وإليكم البيان يبدأ أولا بأنواع الربا الربا يقول نوعا ربا الديون ويشمل ربا الجاهلية وربا القرض والربا الثاني هو ربا البيع ويشمل ربا النسيئة وربا الفضل طيب بالنسبة لربا الجاهلية هنا يولد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أن تكون ربا ضعافة ومضعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون آية في العمران طيب يقول أن هذه الآية هي أول ما نزل في تحريم الربا والمراد بالربا فيها ربا الجاهلية المعهود عند المخاطبين ثم ينقل عن الطبر أنه قال فيها يعني في الآياء إن الرجل منهم كان يكون له على الرجل مال إلى أجل فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه فيقول الذي عليه المال أخر عني دينك وأزيدك على مالك فيفعلاني ذلك إذن كان في الجهل أحدهم المقترض يقترض من الشخص الثاني يقول له مثلا هذا الدين بعد سنة أو فيك إياه فإذا جاءت السنة قال وفني ديني فإن لم يوفيك فإن لم يوفيه قال إذن أنا سأزيدك بالأجل لكن سأزيدك بالدين بدل المئة ستصبح مثلا من 120 أو 130 طيب هل هذا هل هذا يعني أنه هو الرجل كان كان يدين الرجل الثاني دون أن يطلب منه ربا في الأمر الأول يعني هو يقول له أنا بعد سنة خذ هذه المئة دينار بعد سنة أريدها منك فإذا جاءت السنة ولم يوفيها صارت 120 طيب هل هذا يعني أن المئة حينما دينه إياها لم يطلب منه في الأول ربا هل قال له أنه بعد سنة أنا سأخذها منك 100 لما جاءت السنة ولم يعطيه 100 صارت 120 أم قال له لا أنا أريدها بعد سنة المئة 120 فإذا جاءت السنة ولم يوفيه المئة والعشرين المئة بالإضافة إلى 20 ربا قال له أنا إذن سأزيدك بالأجل وتصبح 140 أي منهم المراد يعني هنا في تردد أنه سيأتي تفصيل لكن ظاهر الكلام هنا أنه لا هو فقط طلبة هو فقط هو يزيده في الدين يزيد دينه إذا لم يوفيه في الأجل يعني مثلا عطاه 100 لبعد سنة بعد سنة لم يعطيه المئة قال له إذا صارت 110 أو 120 الظاهر هذا لكن سيأتي أنه لا هو هو في الأول الأمر يطلب منه يطلب منه فائدة قليلة 100 يريدها 110 لكن إذا لم يوفيه المئة وعشرة في الأجل سيتضاعف المبلغ سيصبح 150 أو 200 لذلك نهى عن أكل الربا أضعفا مضاعفا لأنهم كانوا يأكلون الربا مرتين مرة أنه يزيد يزيد الربا يطلب منه عشرة مقابل المئة 110 شيء قليل يعني ثم إذا لم يوفيه ضاعف عليه الآن سيأتي هذا الكلام فيقول أنه هذا الذي قاله الطبري أنه في تفسير الربا هو الذي يعني مروي عن عطاء ومجاهد وقتادة أو لا من تلامس ابن عباس طيب وينقل عن القرطبي أن العرب كانت لا تعرف ربا إلا إذا إلا ذاك فكانت إذا حل دينها قال الغريم إما أن تقضي وإما أن تربي أيضا هذا ظاهر أنه ما كانوا يأخذوا يأخذوا بادي الأمر ما كان يأخذوا فائدة الفائدة كان يأخذها إذا تأخر في الأجل أغطيك بعد هذه إلى بعد سنة عفوا إذا هذا أيضا ظاهر كلام قرطبي أن الربا كان فقط إذا تأخر في الأجل إذا لم يتأخر في الأجل أخذ رأس ماله أو القرض أخذ قرضه كما هو هكذا يعني ظاهر الكلام إذن هنا يقول فهنا يقول بعد ذلك فريبا الجاهلة على هذا التفسير كان في اقتضاء الدين بعد حلول الأجل والدين قد يكون أصله بيعا إلى أجل وقد يكون قرضا بزيادة أو بغير زيادة طيب فإذا حل الأجل طالب البائع أو المقرض يعني هو هذا الدين هو قد يكون دين الذي هو مؤخر إلى أجل قد يكون دين وقد يكون ثمن لمبيع يعني بيع يكون بثمن مؤجل فعلى الحالتين إذا كان ثمن مؤجل أو كان دين يطلب البائع أو المقرض يطلب من المدين هذا إما الدين أو ثمن المبيع فإن لم يكن عنده ما يفي اتفقى على أن يمد الدائن الأجل ويزيد المدين المال وهكذا عند حلول كل أجل إذن هو أعطاه وباعه بثمن إلى سنة جاءت السنة ولم يعطيه أو أعطاه قرض إلى سنة جاءت السنة ولم يعطيه يمدد له أنه نعم تعطينيها بعد السنتين لكن سأخذ منك زيادة جاءت السنتين ولم يأخذ ولم يوفه يزيد أيضا فالمئة ممكن تصبح بعد سنتين مئة وخمسين أو مئتين ثم تصبح سلاثمائة لذلك تضاعف وهكذا كان يحدث لذلك جاءت أنه لا تكون رباء أضعافا مضاعفة لبيان الواقع وليس للتقييد أنه بحيث أنه إذا لم يكن أضعافا مضاعفة لا يكون الحرمة سيئتي الآن إذن هذا رباء الجهلية رباء القرض قال رباء القرض هو الذي تكون فيه من فعل المقرض مشروطة في العقد وصوره كثيرة منها أن يقضه مالا على أن يرد له أكثر وهذه الصورة هي المألوفة التي تعمل بها الأفراد والبنوك وهي القرض بفائدة طيب ثم ينتقل إلى بأقضية هذه التي أشرنا إليها أنه هذا رباء الجاهلية كيف كان بالضبط هو فقط في الأجل الأول لا يأخذ منه زيادة أم يأخذ زيادة في الأجل الأول والثاني يقول هنا ما نقلته عن الطبري في تصوير رباء الجاهلية الذي يدخل فيه رباء القرض الذي يكون فيه الزيادة مشروطة في العقد الأول لأنه كله في اقتضاء دين بعد حلول الأجل إذن هنا وضح أن ما ذكره الطبري هنا هذا الكلام الذي ذكره الطبري أن الرجل منهم كان يكون له على الرجل مال إلى أجل فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه يعني طلب عين ما أقرضه أو مثل ما أقرضه أقرضه مئة إلى سنة بعد سنة قال له أعطيني المئة فإذا أعطاه المئة انتهى الموضوع فإذا لم يعطي المئة لاحظ أخ يقول له إذا قال له المدين أني ليس معي الآن يقول له أخر عني دينك وأزيدك على مالك يعني يقول له المدين أني الآن ليس معي الآن أخر لأعطيني أجل آخر مثلا بعد سنتين سأعطيك بدل المئة 150 أو 120 فيفعل ذلك هذا الذي ذكره الطبري إذن لا يوجد فيه اشتراط الربا على الأجل الأول أنه قال له أنا سأعطيك مئة إلى أجل إلى سنة بعد سنة أريدها 120 هو يقول حسب هذا الكلام ما كان فيه هكذا عند أهل الجاهلية أو سيأتي يعني مزيد توضيح أنه ممكن لم يذكروا لم يذكروا الربا في العقد الأول لأنه كان قليلا كما سيذكر رشيد رضا أنه كان في الأجلين كان في ربا لكن الأجل الأول أنه أنا أعطيك بمئة بعد سنة أخذها منك مئة وعشرة أو مئة وعشرين قليل لكن إن لم يعطيه بعد السنة سيصبح سيضعف عليه ممكن يقول له أنا نعم أعطيك سنة ثانية لك أريد مئة ومئة أول سنة أول شيء قال له هذه مئة بعد السنة أريدها مئة وعشرة أو مئة وعشرين قليل أما لما جاءت السنة قال له لبعد سنتين أنا أعطيك سنة أخرى لكن سأريد الآن بقى مئة هذا الذي كان يحدث كما سيذكر رشيد رضا لكن حسب كلام الطبري هنا أنه لا ما كان فيه إلا الربا عندما يحل الأجل ولا يوفي الأجل الأول إذا لم يوفي قال نعم أنا المئة لن أقبل بها مئة بعد سنتين أنا سأريد زيادة أخرى لذلك هنا قال أنه إيش أنه الربا الجاهلية لا يدخل فيه ربا القرد التي تكون فيه زيادة مشروطة في العقد الأول لأنه ربا القرد له صور وكل الصور فيه أنه يزيد على الدين يزيد على القرد زيادة قليلة كثيرة في الأجل الأول في الأجل الثاني كذا أي زيادة ستصبح هذه يعني ربا اسمه ربا الدين أو ربا القرد لكن لكن هذه الصور ما الذي وقع منها في الجاهلية حسب ظاهر كلام الطبري أنه وقع منها أنه لا هي الربا الدين الذي يقع في الأجل الثاني فهذا هنا قال أنه لا يدخل فيه ربا القرد الذي تكون فيه زيادة مشروطة في العقد الأول لأنه كان في اقتضاء الدين بعد حلول الأجل يعني أول مرة لا يأخذ منه لكن إذا أخر وعطاه مهلتان يعني يفرض عليه الزيادة قال وعلّل الشيخ محمد رشيد ضريضاء هذا بقوله وكأنهم كانوا يكتفون في العقد الأول بالقليل لاحظ أنه أول مرة قالوا له أعطيك مئة إلى سنة بمئة وعشرة فإذا حلّ الأجل ولم يقضي المدين لم يقضي المئة ولا المئة وعشرة وهو في قبضتهم اضطروه إلى قبول التضعيف في مقابلة الإنساء في مقابلة التأخير فالآن سيقول له أنا كنت أقبل منك المئة مئة وعشرة لكن الآن أنا سأطيك سنة أخرى لكن سأخذ مئتين يضاعف عليه ثم قال وما قالوه يعني الطبري وغيره هو المروي عن عمّة أهل الأثر ومنه عبارة إمام أحمد ما قاله الطبري من أن الربا الذي كان في الجهلي لا يكون في العقد الأول في الأجل الأول يعني كما ذكرنا طيب هذا الذي ذكره الطبري وغيره إذن روي عنه عن عمّة أهل الأثر ومنه عبارة الإمام أحمد الشهيرة وهي أنه لما سئل عن الربا الذي لا يشك فيه قال هو أن يكون دين فيقول له أتقضي أم تربي فإن لم يقضي الدين الأصلي يعني لو أمئة مثلا قال لو أعطيني المئة أنا أقبل منك الآن بعد أن حل الأجل الأجل الأول يعني فإن لم يقضي زاده في المال وزاده في الأجل آه معنى إذن ما كان أول ما دينه المئة إلى مثلا سنة ما كان يريد منه أكثر من مئة لكن لما جاءت السنة ولم يقضيه قال له أنا أزيدك في الأجل لكن تزيدني بالمال أعطيك بقى سنة أخرى لكن على أن تعطيني بقى مئة وخمسين أو مئتين طيب الفقراء الخامسة قال بعض ربا القرض يدخل في ربا الجهلية قطعا كيف قال التصوير الذي ذكره الطبري لربا الجهلية أنه يكون الربا في العقد الثاني في الأجل الثاني ولا يكون في الأجل الأول أو يكون في الأجل الأول قليل وارتضاه الشيخ محمد رشيد رضا تدخل فيه صورة من صور الربا قطعا من صور الربا القرض على قطعا وهي إذا أقرضه مبلغا ثم طالبه به عند حلول الأجل فأمهله نظير ذلك نظير زيادة يدفعه إلي المقترض فإن هذه الصورة هي ربا الجهلية بعينها يعني طاهمها إلى سنة بعد سنة لم يوفي قال له أعطيني مهلة أخرى وفيك زيادة قال هذه بعينها وقعت في الجهلية ويقابلها في التعامل المصري في المعاصر ما يعرف بالربا المركب بالربح المركب أو الفوائد على الفوائد أو الفوائد التأخيرية وقد أشار إلى ذلك الشيخ رشيد رضا والدكتور سانوري يعني الدكتور رشيد الشيخ رشيد رضا هنا كما قلنا أنه يرى أنه كان يوجد في ربا الجهلية في ربا القرض في الجهلية يوجد ربا حتى في العقد الأول حتى في الأجل الأول لكن قليل قليل لذلك أنه كأنه لا يذكر أو كأنه ظاهر كلام الطبري أنه لا يوجد أصلا ربا في العقد الأول أنه مئة إلى سنة هو أقرضه على أن يريد منها ربا وإلا الجهلية ما كان يفعله لوجه الله يعني طيب لكن لكن هنا لذلك هم قالوا أحلى الله البيعة وحرم الربا يعني هم قالوا إنما البيعة مثل الربا فقالوا أحلى الله البيعة وحرم الربا رد عليهم كما سيأتي الآن فإذا كان يوجد من أول الأمر عند أهل الجهلية أنه المئة أريدها مئة وعشرة يعني قليل لكن إذا لم يفي أقال لو أنا أريد بقى مئتين أو يعني مبلغ كبير يعني فإذا هذه بعينها بعينها هذه تحصل في ربا في ربا البنوك البنوك أيضا من الأول الأمر المئة يريدونها مثلا كل شهر يريدون عليها عشرة أو ما إلى أو خمسة عشر أو ما إلى ذلك الآن إذا لم تفي يعني بعد شهر يريدون المئة مئة وخمسة عشر إذا لم تفي آه الشهر الثاني ستصبح مئة مئة وثلاثين مئة واربعين ما هكذا عرفتم وهذا ما يعرف لاحظ بالربح المركب مركب لماذا مركب لأنه هو ركب فائدة على فائدة فائدة الأصلية اللي هي أنا البنك يعطيك المئة يريد كل شهر عليها عشرة هذه عشرة هذه فائدة أولى إذا لم تعطيه المئة وعشرة يركب عليك فائدة ثانية يريد يريد بقى عشرة على هذا الشهر ويريد عشرة على تأخيرك صار المئة صارت مئة وعشرين واذا أخرت المهلة الثانية صارت مئة وثلاثين وهكذا صارت الربح مركب تركب تركيب فائدة على فائدة الفائدة الأصلية الذي هو منحك القرض بغية أن يأخذ منك ربح عليها فائدة الثانية هو جزاء لأنك تأخرت أو الفوائد على الفوائد الفوائد التأخرية وهذا سبق أن وضحنا طيب بعض الروايات تجعل الربا تجعل ربا القرض في صورته البسيطة من ربا الجاهلية تصور بعض الروايات هنا يقول بقى شرح لهذا الكلام تصور بعض الروايات ربا الجاهلية تصويرا ينطبق تمام الانطباق على القرض بزيادة مشروطة في القرض أو القرض بفائدة ثم ينقل كلام الجصاص أنه والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرضه على ما يترضون به كما قلنا أنهم ما كانوا يقرضون لوجه الله هم كانوا يقرضون الدراهم والدنانير إلى أجل بالزيادة لكن هذه الزيادة هذه الزيادة إن لم يستوفوها يضاعف على المدين الدين أضعاف بأعصار كل ما تأخر كل ما تضاعف ويقول ولم يكن تعاملهم بالربا إلا على الوجه الذي ذكرنا من قرض دراهم والدنانير إلى أجل مع شرط الزيادة ويقول أيضا في موضع آخر معلوما أن ربا الجاهلي إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة فكانت الزيادة بدلا من الأجل هذا طبعا قاله في أحكام القرآن كما ترون أحكام القرآن للجساص إذن ربا الجاهلية ماذا كان؟ إذن كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة فكانت الزيادة بدلا من الأجل طبعا هذا كله ردا على المعاصرين الذين بقى يتكلفون لتفسير ربا الجاهلية وأنه هذا كان ربا إنتاجي وليس ربا استهلاكي بحسب اللغة المعاصرة أنه هذا كان الربا المنهي عنه وربا التجاري ربا ليس الربا التجاري وإنما الربا الذي يؤخذ من الفقراء أو يعني الفقير لما الشارع نهى أهل الجاهلية عن نوع من الربا وهو أنه الفقير المعدم الذي يريد لا يجد ما يأكل فيستدين ليطعم نفسه وعياله فيفرض عليه هذا الدائن أو الذي أدانه يفرض عليه فائدة مركبة قالوا المعاصرين قالوا هذا اللي هو المحرب لكن إذا كان هذا تاجر يأخذ أموال قروضا كرؤوس أموال أو يجمعها كرأس أموال كرأس مال له ليتاجر فيها ويعطي زيادة محددة يعني المائة يأطي عليها مائة وعشرة لمن اقترض منهم أو لمن جمع منهم رأس المال فقالوا هذا لا فائدة لم ينصب عليه التحريم أنهم فرقوا بين القرض الاستهلاكي الذي يقترضه الفقير الذي ينفق على نفسه وعياله يطعم نفسه وعياله قالوا هذا حرام والفرق القرض الانتاجي الذي هو الاتجار قالوا هذا لم ينصب عليه التحريم سيأتي إما في هذا البحث أو في أبحاث أخرى الرد على هذا وأستاذنا دكتور بطي في كتابه قضايا فقير معاصرة رد على هذه القضية التحريم أن هذا التفريق بين القرض الانتاجي والقرض الاستهلاكي وقال أن هذا الفرق لا أصل له عنف الكتاب والسنة وكلام السلف وكلام الفقه طيب ثم ينقل كلاما هنا عن الجصاص ينقل بعد أن نقل هنا عن الجصاص ينقل عن الفخر الرازي رحم الله رحم الله جميع أن الربا قسمان ربا النسيئة وربا الفضل أما ربا النسيئة فهو الأمر الذي كان مشهورا متعارفا في الجاهلية وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدرا معين لاحظ ويكون رأس المال باقيا ثم إذا حل الدين طالبوا المدينة برأس المال فإذا تعذر الأداء زادوا في الحق والأجل فهذا هو الربا الذي كانوا في الجاهلية تعملون به إذن حسب تصوير الإمام الرازي هنا أنه لا وكان أهل الجاهلية كان يأخذوا على الربا من بداية الأمر على الأجل الأول نلاحظ أنه كانوا يأخذوا كل شهر قدرا معين سواء وفاهم أو لم يوفيهم أصلا هم منحوا هذا المال قرضا ليأخذوا عليه فائدة كل شهر مثلا أو كل سنة وما إلى ذلك لكن المشكلة أين تحدث أو الشبهة أين حزرسات أنه هم يضاعفون الربا على المدين إذا لم يوفي الأجل الأول أنه مثلا أعطاه بعدها كما قلنا المئة اللي بعد سنة هو المفروض أنه أقرضه على أنه كل شهر أو كل فترة يأخذ قدر معين من الربا لكن إن لم لكن هو يأخذ في الأجل الأول يعني قدر قليل لكن إن لم يوفيه ضاعف عليه الفائدة هذا هنا الشيء الذي حدث وهذا ممكن سبب لبس عند بعض المعاصرين أنه قالوا الربا القرض هذا لم يكن معروفا بالجهلية وكذا إلى آخر ما هنا ولكن هنا لحظ كلام المفسرين كلهم لعز الطبري والقرطبي والرازي والألوسي هنا روى غير واحد لحظ أنه كان الرجل يربي إلى أجل فإذا حل الأجل عليه قال المدين زدني في المال أزيد وأزيدك في الأجل فيفعل وهكذا عند كل أجل فيستغلق بالشيء الضعيف ما له بالكلية فنه عن ذلك يعني هو كان أصلاً كان مثلاً اقترض منهم مئة إلى سنة ثم لكن لما تأخر عليهم بالدفع سنة وسنتين وسلاسة صارت ممكن تصبح خمسمائة أو ألف أو ما إلى ذلك هو كان أصلاً مئة صارت ألف الزيقاء لا تقرب أضعاف ومضعاف فهذه الروايات صريحة في أن ربا الجهلية كان يأخذ شكل القرض بزيادة كما يأخذ شكل الزيادة في الدين عند حلول الأجل إذا لم يكن عند المدين ما يفي به ثم تتكرر الزيادة بتكرر التأخير في الأجل وعلى هذا فحكم الزيادة في القرض عند العقد الأول ربا القرض وحكم الزيادة بعد حلول الأجل هي ربا الجاهلية يعني هناك أنه يميل إلى أن ربا الجاهلية أنه لم يكن على الأجل الأول أنه كان على الأجل السائل كان إذا أخر الأجل الأول هذا سيصبح ربا الجاهلية أنه قال له بعد السنة تعطيني المئة إذا جاءت السنة لم يعطي سيقول له نعم يقول له بقى المدين زدني وأخرني أزيدك في الأجل أخرني في الأجل أزيدك في المال لاحظ لكن هو ربا القرض أيضا يكون حتى ولو من الأجل الأول قال لو أنا أعطيك 100 إلى سنة 110 ثم جاءت هذه السنة فوفاه 110 هذا صار ربا القرض أيضا محرم يعني لاحظ وقال أو إن شئت فقل إن ربا القرض من ربا الجاهلية والنوعان يعني على أن ربا الجاهلية أيضا كان أصلا هو يعطون القرض ليأخذوا منه فائدة من الأجل الأول والنوعان يطلق عليهما ربا الديون ويطلق عليهما بعض العلماء أو يطلق عليهما بعض العلماء ربا النسيئة كما رأينا في عبارة الفخر الرازي لما هنا قال أنه إيش هنا لاحظ فإن تعزر عليه زادوا في الحق والأجل فهذا هو الربا الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به اللي هو اسمه ربا النسيئة لأنه ربا النسيئة هذا فيه أجل أما ربا الفضل هذا الذي جاء فيه بالشرع أنه التمر بالتمر إلا هاء أو هاء مثلا بمثل هكذا طيب بعدين هنا ينتقل إلى قضية تبقى حكم ربا الديون هذا أنه جلو المجلس قادم الحمد لله وبالعالمين ترجمة نانسي قنقر